فيما أفنيت عمرك يعني عمرك ده أدوتي إزاي قال أفنيت عمري في أربعة أشياء إيه اللي حصل إيه عملت إيه وإيه 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 قاله في أربعة إيه قال علمت أني لا أخل من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصي شكوه دا ماذا وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به وعلمت أن علي ذينا لا يؤديه عني غيري فاستغلت به وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته قبل ما يجيني أسفعد ذلك في أي وقت يجهل أعمار خابة نعم نفسيتك تعباكي وشقتك أرفاكي وبهدلت عيالك مزهائكي يبقى الفيديو بتاع النهاردة دا جاي لك في معاده عارفة ليه؟ عشان تقولي أحمدك يا رب وبجد إيه اللي يشوف بلاوي الناس تكون عليه تفاته اللهم أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا علي يا بنات سلام عليكم إزاييكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير معكم سومة من مطبخ ويوميات سومة المصرية والنهاردة معنا فيديو روتين جديد وإن شاء الله يكون عندكم باور وحافز من الفيديو دا تقوموا تنفزوا كل حاجة وراكوا وتشوفوا وراكوا إيه وتعملوا طيب بصي بقى يا ست البنات لو أول مرة تشوفي قناتي فوق تنسي تشتركي فيها طبعا واتفع علي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وطبعا لما تشتركي في القناة عندي عيلتي هتجبر بيكي طيب لو أول مرة تشوفي الصفحة بتاعتي على الفيسبوك فطبعا متابعتك على راسي من فوق برضو اشتركي في صفحتي وشاركي فيديوهاتي وأحلى لايك مني للفيديوهات بتاعتي لو عجبتك تعالوا بقى أقول لكم الكارسة والمعمعة النهاردة عندنا على إيه طبعا شفتوا الفيديو بتاع مبارح بتاع اللي حضرنا فيه السمك والأكلة الفضيعة اللي احنا عملناها دي وطبعا الفيديو كان طويل جدا ما كانش ينفع إن أنا أكمل لكم باقي التنظيفات بتاعة المطبخ في نفس الفيديو كانوا يبقى ضعب جدا ففصلتهم عن بعض لإن عايز أقول لكم إن الفيديو دوت ما عدي داخل في حاجة وعشرين دقيقة بدون الفيديو اللي فات يعني تخيلوا لو كانوا تضافوا على بعض فهي إنتوا هتزهقوا هتملوا لو كنت عملت ده فأنا فصلتهم عن بعض وخليت تنظيف المطبخ وترويقه في فيديو تاني عايز أقول لكم إن أنا قمت كده زي ما أنتوا شايفين على المطبخ بعد ما أكلنا وشربنا الحمد لله طبعا كنتوا شايفين بواقي الأكل كانت مرمية بقى على الرخامة وكده لمت كل بواقي الأكل دي ورحت حطتها كده في حلة في الحلة من هي الاستلس بتاعت الرز حطت فيها بواقي ستمك وقفلت عليها ونظفتها كويس ودخلتها التلاجة مع بواقي سلطة والطحينة كمان الرخامة لمت من عليها كل حاجات زيادات كده وحطتها في مكانها وقمت جاية غسلة الرخامة كويس جدا ومسحاها هتقولولي ليه هقولكو علشان الرخامة دي تفضل معايا نظيفة لو عايز أحط حاجة عليها نظيفة أسند عليها حاجة نظيفة تبقى معايا مكان نظيف متعقم ومخصول كويس جدا ما يبقاش المطبخ كله عندي حايز كده ولايس ومبقاش عارفة أحط أي حاجة في إيدي في أي مكان يعني فاهميني وخصوصا دي زفارة سمك بقى وكده فلازم المكان اللي أحط عليه بقى مخصول كويس طبعا باللسبون شاكده والصابون وغسلت الرخامة وابتدت بقى أن أنا أتجه على طول على الغستلة بتاعة الأطباق طبعا هيكون لها دور عظيم النهاردة معايا فضتها من كل الحاجات كان عندي بواقي حاجات منها يعني بصوا هزا يمان شايفين أنا سحبة منها حاجات كتير برضو فقمت لما الحاجات اللي تفضلت فيها دي وروح ترصها كده في أماكنها كل حاجة في مكانها علشان خاطر أفضيها تبقى جاهزة لاستقبال البلاوي اللي يعيني هتشيلها النهاردة فكده زي ما أنتم شايفين بدأت أخد بقى الأطباق والكبيات والحاجات دي كلها وأرصصها كده في مكانها أول بأول هتلاقوا كده حاجة سفروتة كده زغانططة داخل خارجة كده ده محمد داخل خارج يعمل يتحرك عواليه في المطبخ ايه المهم؟ عايزة أقول لكم بجد الفيديو بتاع عمبارح بتاع الاستمك ده كان فضيع 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 هسيب لكم اللينك بتاعه تحت لو عايزين تشوفوه طبعا وهنا كده بدأت ان انا خلاص كده خلصت الغستالة رصيت كل حاجة في مكانها الدنيا عندي بقت زي الفل عايزة أقول لكم الفيديو بتاعنا مش هيختصر على المطبخ بس لأ هنعمل حاجات كتيرة مع بعض لسه معنا وقت احنا لسه يعني الكلام ده تكون الساعة تقريبا اتنين ونص ساعة تلاتة حاجة كده في حدود كده في حدود اتنين ونص تلاتة المهم المطبخ ده ان شاء الله بكل الشغل اللي ورانا ده مش هياخد بالزبط يعني في ادنى ساعة ولا حاجة ويكون الدنيا كلها بقت تمام وزي الفل لميت كده كل الحاجات اللي كانت على الرخامة طبعا كان في حلل وحاجات مخصولة ونظيفة اخدتهم رصتهم في اماكنهم وفي الدوليد بتاعتهم وعلشان طبعا برضو اصدي مساحة كان فيه برضو الاكسي كنت عاملة دورة غسيل غمقة برضو احنا مش عارفة ايه اللي جاب الشراب ده في الطبق ده ده الشراب محمد ما عارفش ايه اللي جابه في الطبق ده المهم كنت عاملة دورة غسيل غمقة وبتاعه وايه كنت سايبة الاكسي هنا دخلته في مكانه برضو بالكيس بتاعه بكل حاجة وجيت هنا بقى بدأت ان انا ارص كده في الغستالة واحدة واحدة وجبت بقى شنطة وحطيتها كده على الرخامة وكل بواي الاكلة او اي حاجة عايزة تترمي بدأت ان انا حطها في الشنطة دي على طول اول باول هنا برضو محمد باشا كان واكل استفندي وسعيب لي القشرة على الرخامة برضو اخدته رميته وهبتدي بقى بصوا بقى الناس اللي بتقول لي ياسوما الغستالة لازمتها ايه وانتي بتشطفي ماهو طبيعي ان انت لازم تشطفي وانتي لما بتيجي تخسلي الموعين على ايدك بتشطفي وبعدين انا مش بشطف تشطفة اللي هي بخسلها قبل ما دخلها الحاجة الغستالة لا انا بس بنزل منها لو في بواي اكل بنزلها في الحوض علشان ما تنزلش في الغستالة وتسد الفلتر فاهميني؟ فانا بنزل بس بواي الاخل في الحوض وبعد كده هرجع لامهم للحوض ما عنديش اي مشكلة خالص عايز اقول لكم كمان شكرا جدا جدا على تعليقاتكم الحلوة على الفيديوهات بتاعتي والله العظيم ايه بفرح بجد لما بتكتبوا لي التعليقات دي حتى لو ما ردتش عليكم عذروني والله العظيم غصب عني بيبقى عندي تصوير وبيبقى عندي البيت والولاد وبيبقى عندي مجغولات كتيرة جدا 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 غير طبعا التحميل والمنتاج وحاجات كتيرة قوي يعني شوفي احنا كستات بيوت في الطبيعي بيبقى وقتنا مجغول عمل ازاي مبالك بقى التصوير ومنتاج وتحميل ويوتيوب وفيسبوك وحاجات كده والله العظيم وقت بيبقى ديق جدا 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 وعذروني معلشي بس انا عايز اقول لكم ان انا والله العظيم ما بسيبش ولا تعليق من غير ما بقرأه وبفرح جدا بتعليقاتك وبدعلك جدا جدا حتى الرسالة اللي بتجيلي على الوطس وعلى صفحتي على الفيسبوك بقى راها كلها والله وعايز اشكركم انتو بجد عيلة جميلة جدا جدا بصوا بقى هنا بدأت اعمل ايه بدأت ااجي جد كده عند الستاير وبدأت ان انا افكها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وانزلها علشان خاطر عايز اخسلها عايز ااخد حاجة كده في ايدي سريعة كده اعملها علشان خاطر طبعا اليوم مش هيخلص على بس شوية موعين لازم ااخد حاجة من الحاجات اللي احنا هنعملها قبل رمضان اخلصها معي وتبقى انجزت يعني بجانب اليوم اللي هو طبعا صعب جدا لأ ابقى انجزت في كزا حاجة مع بعضها نزلت كده استاير زي ما انتو شايفين وبدأت ان انا اخد استاير التقيلة وهرجع دلوقتي حالا هاخد كمان استاير الخفيفة بس هبدأ وهدخل استاير التقيلة في الغستلة الاول هحطها كده التلاتة مع بعض ايزا اقول لكم هم جم بالضبط يا دوبك دورة كلهم مع بعض عملت الدورة العادية خالص 12 دقيقة غسل ومرة واحدة شطفه 9 دقيقة عصر علشان مش عايزهم يعودوا كتير ويتطربوا كده على الحبل وحطيت كده المسحو المسحو دوت اكسي وهسيبها بقى تخسل عايز اقول لكم هي مش متوسطخة وما فهاش تتفاخات كتير هي دوبك شوية التراب هينزلوا هتبقى زي الفل هنا كده الدورة اللي انا كنت حطيتها في الغستلة عايز اقول لكم ما غسلتش لسه حاجة على ايدي انا حطيت الدورة في الغستلة وخرجت ايه عتى تماشى في الشقة كده زي ما انتم شفتوا انزل ستاير اعمل حاجة مش عارف ايه الكلام ده كله وانا سايبها تعمل الدورة دي علشان زي ما انتم شايفين اخد الدورة نظيفة وزي الفل وحط دورة بعدها تاني تمام؟ انا جايبه الحاجة دي او الجهاز ده علشان يريحني مش عشان انا ريحه انا جايبه الجهاز ده علشان يريحني فانا اعمله دورة اتنين عادي مش هيقول لأ تلت دورات كمان في اليوم مش هتقول لأ وطبعا الكلام ده ما بيبقاش كل يوم ده بيبقى في الايام الصعبة زي اليوم اللي انتم شايفينه ده مسلا ما بيبقاش الكلام ده يومي يعني اه فجبت كده زي ما انتم شايفين الحاجة بتاعتي كده اه بدأت لمتها كده ورصتها في اماكنها وعايز اقول لكم هنا بتاعة دوت الردة اللي احنا عملنا بيها الاستمك بصوا بقى كنت هعملها بالمنخل ده لقيت المنخل ما بيسربش منها اي حاجة فجبت كده المصفة المصفة اللي استلست اه وبدأت ان انا اه انخله من اي حاجة كانت فيه بقى زي ما انتم شايفين بيطلح كده شوية حاجات المهم لازم انضف الردة كويس جدا علشان اه لو مش نضيفة هتساوس معاك طبعا ما يطلهاش مية ما تبقاش مرتبة ما يطلهاش مية وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها اه يعني زي ما انتم شايفين كده اي اي بوائد اه جيت برضو الدقيق اللي انا بضرتي به السمك المكرونة اه برضو اه زي ما انتم شايفين بدأت ان انا انخله وانضفه و اه هحطه كده في الكيس زي ما انتم شايفين وده الكيس ده بفصله بحطه في الدورة بتاعت البقليات والحاجات الخزين يعني اه ما بحطهوش ابدا ابدا مع باقي الدقيق علشان ما يختلطوش ببعض لا الدقيق اللي انا اه ما بضره فيه السمك بسيبه كده في الكيس او في قلب برطمان في الدورة بتاعت البقليات زي ما قلتلكم وهنا كده بدأت ارس دورة تانية زي ما انتم شايفين الغسالة هتتملي للمرة التانية مش هفضل بس غير الحاجات اللي هتتغسل على ايدي عشان محتاجة المحة او محتاجة تتغسل بسلكة اه غير كده لا اي حاجة بصوا على طول على الغسالة اتملت برضو للمرة التانية معايا زي ما انتم شايفين كده برضو هحطلها المسحوق بتاعها وانتم عارفين الغسالة بتاعتي صغيرة فانا بقى سم القرس على اتنين هنا كنت بحاول احط الطبق ده بس لقيت الطبق كبير قوي هيغبط في الرشاشات فشلته وبرده هخسله على ايدي هنا كده برصه في اي مكان فاضي برشأ كده ايه حاجات بحيس ان هي تاخد معايا اكبر مساحة هبصوا بقى المطبخ هو ده شوية الحاجات اللي اتفضلت لي بعد المعمعة والحاجات الكتيرة جدا جدا اللي كانت موجودة اه نفعتني بصراحة الغسالة وشلت من علي اهم رغم ان انتم هتشوفوا الموعين اللي هتتغيسل على ال ايد دلوقتي مش كمية بسيطة ابدا هنا طبعا الصينية اللي كنت قلية فيها انتم عارفين ما برميش الزيت بصفي اه هنا كده حطيت اه الامع وحطيت في قلبيه صفاية صفاية السلك وصفيت كده الزيت بتاعي كويس جدا علشان خاطر الزيت ده انتم عارفين ان انا باخده وبعمله اعادة تدوير مرة تانية وبعمل به صبون بلدي طبعا باستخدمه في ازالة البقع وباستخدمه في حاجات كتيرة اه هنا كده جبت الغسالة الصفاية بتاعت ايكاة طبعا كنت ركنها لان ما كنتش بستهلك موعين كتيرة اه تتغسل على اليد فكنت ركنها فطبعا موعين النهاردة معايا كتيرة كمية كبيرة اه فطلعتها كده غسلتها هي الاول نضفتها كويس جدا ونضفت مكانها كده بالشكل ده وهبتدي احطها كده على جنب وهاخد بقى الحاجات اللي اتفضلت اه عايز اقول لكم ان الشفشق ده بيدخل عادي الغسالة بس ما كانش ليه مكانه فبصراحة قلت لا يعني كفاية عليها دورتين وارا بعض كان ممكن استنى الاخر اليوم واعمل يعني احطه في دورة تانية بس في الحالة دي المطبخ كان هيبقى لسه متكركب هيقعد معايا الاخر اليوم متكركب فانا كنت عايز اخلص بصراحة فاخدته على ايدي ما اخدش اصلا ثانيتين اساسا وتغسل وتنضف وبرده الطبق اللي مجاش في الغسالة والحاجات بقى الالمونيات زي ما انتو شايفين الصينية دي ما اخدتش ضعك كتير لان هي اصلا كان فيها التدبيلة بتاعت السمك الماشوي المية بتاعت السقساء بتاعته دي وبعد كده هخلص بقى بقى الحاجات برضو البتاع ده اللي استلس غسلته على ايدي لسبب ان انا بحب لمعته لما بيدغسل على ايد في الغسالة بينضفوا كل حاجة بس ما بيبقاش فيه اللمعة بتاعت تلمعة الايد دي فاهمين اه وطبعا طقم اللي استلس مش زي طقم الالمونيا خالص هو في ثواني بينضف وما بيبقاش فيه اي مشكلة ولا اي حاجة وطبعا كان بقى معاهم طبقين كده الالمونيوم مع الصينية اللي كان فيها الزيت يعني شوية حاجات بسيطة وكمان البتاع ده الباسكت اللي احنا كنا بنحط فيه اللي انا بعلقه دوت في المطبخ علشان بحط فيه العزاكم الله القمامة يعني الحاجات اللي بتطلع على طول كده وبحطها ايه اه تبقى جنب ايه دي على طول كده وهكذا طبعا البتاع دوت الصاج ده عايز اقول لكم اللي كان ماشي وفيه السمك وطبعا كان عليه ورق اه فويل اه فما تبهدلش معايا يعني برضو ما تعبنيش وما تبهدلش معايا لان كان عليه طبقة الفويل دي شلتها لمتها رمتها ما بقاش فيه غير حاجة بسيطة بس ايه كم نقرة كده روحت غسلاهم بسيطة حلوة وخلاص اه خلاص كده خلصت المواعين بتاعتي خلصنا المواعين بتاعتنا واحنا بنرغي وبنلقك وما فيش اي حاجة اه صعبة خالص حتى لو كان المطبخ يعني متبهدل هتقومي وهتشغلي كده عايز اقول لكم ان انا في الوقت ده ببقى مشغلة اه بحب قوي قوي زي ما انتو بتسمعوني دايما احط لكم في البداية مقطع الشيخ الشعراوي بحب مقاطع الشيخ الشعراوي بطريقة وانا بشتغل كده بتديني باور حلوة جدا وطبعا مش باور بس ده بتديني كمان ثقافة ثقافة دينية بتديني معلومة تايها عني بتديني حاجات كتيرة جدا اه ربنا يرحمه يا رب ويغفر له هو وابي وجميع اموات المسلمين اللهم امين اه وابقى بسمع بقى كده ومبسوطة كده وانا واقفة ببقاش متضايقة خالص اه هنا كده طبعا الفوط انا اكتر واحدة طول ما انا واقفة في المطبخ بستهلك فوط مطبخ بصوا اكتر واحدة في العالم يعني بتستهلك فوط مطبخ وهي واقفة في المطبخ اه بطلع على طول الفوط مرة امسح رقامة مرة اخسل ايدي وطبعا اللي بتبهدل معايا لان الحط بيبقى مليان ما ببقاش عايزة اخسل الفوطة على الاطبق فباركنها واجيب غيرها اه ده طبعا علشان قطر بس المكان عندي دايق يعني مش اكتر هنا كده غسلت الحطة طبعا اه والحنفية والحطة اللي هي ورا الحوض لان طبعا بتتبهدل وهكذا الصفاية اللي انا بصفي فيها برضو الحاجة بتاعتي سواء اللزبنشات اه والحاجات دي كلها وغسلت كده الفوطة دي وهلمع بقى بيها الرخام وهشيل الحاجة كده من مكانها زي ما انتم شايفين وهلمع تحتها وهغسل تحتها كويس جدا طبعا انتم عارفين طول ما احنا بنشتغل يعني طول ما احنا عندنا اكلة سمك بنبقى عندنا هوسا يعني لأ دا هنا في ريحة زفارة لأ دا هنا في ريحة زفارة ويديك بقى في الحاجة كلها بتبقي زي المجنونة حتى لو الحاجة نضيفة ومفقاش اي حاجة بس انت كده معتقد كده تعالوا بقى وريكم الحاجات دي انا كنت اشتريتها زي ما انتم شايفين بصوا بقى اقولكوا على حاجة حلوة بصوا الطاقم اللي انتم شايفينه دا انا يعني كنت بشتري من مكان المهم يعني هو رزق هو رزق صاحب الفرشة الاولانية الطاقم التاني اللي انا هطلعه معاكه بحالة من الشنطة جبته بكام قال لي التلاتة مع بعض التلاتة مع بعض بخمسين جنيه التلاتة كاسات من دول المهم قلت له انا هاخد الستة باربعين جنيه مرضيش فجوزي قال لي ما جاتش على الخمسة جنيه مدام انت عايزاها فاقلت له خلاص بخمسة واربعين اه مرضيش فجوزي قال له بقولك ايه ما مش هنتكلم كتير خد الخمسين جنيه وهات الطاقم ست ست واحدة عدنا قدام شوية لقينا واحد بيبيع نفس الحاجة فاقلت له لا انا حاسة ان انا مضحوك علي فبس قاله بكام قال لي خديهم بخمسة وتلاتين جنيه قلت له يا نهار ابيض من ضوءه بخمسة وتلاتين جنيه ولست وفصلتش معاه الستة بخمسة وتلاتين جنيه قلت له اه لا هاخدهم بخمسة وعشرين ماشي الستة بخمسة وعشرين راح الراجل موافق واخد اه اه اخدت الستة التانيين بخمسة وعشرين والستة الاولانيين اه بكم يا ربي اه بخمسة واربعين مش فاكرة او بخمسين بخمسة واربعين حاجة كده المهم ان انا اتضحك علي ايه في شوية فلوس كده ايه بس هو رزق هو رزق ومش عايزين نقول انا مرضيتش ارجع له تاني عشان زي ما قلتلكم انا مقتنع انه هو رزقه المهم اه جيت هنا اه ما علينا يعني ربنا يبارك له فيهم والله مش زعلنا ابدا عليهم هو رزقه اخد وخلاص لان عايز اقول لكم ان صاحب الفرشة الاولية كان قاعد بحاجات بسيطة جدا وحبيت ان انا بصراحة برضو انفع وممشيش برضو وانا مزع عليه اه فهمش مشكلة يعني انا اشتريت الكاسات التانية عشان عندي ولادي بيدغدغوا الحاجات دي بسرعة جدا فجبت بقى ايه البديل علشان لما يكسروا كام واحدة يبقى البديل بتاعهم موجود عندي وطبعا داخل علينا رمضان كل سنة وانطيبين فبنحتاج الحاجات دي بقى مهلبية وامر الدين والحاجات الحلوة بتاعت بعد الفطار دي اه جيت هنا كده زي ما انت شايفين خرجت دورة الستاير الغمقه وحطيت الدورة الفتحة وعملت عليهم برضو دورة سريعة كده اه عبال ما عايز اقول لكم ما خلص كده البتجاز والكلام ده كله هتكون الدورة دي خلصت آآ جيت بقى شطبت كده البتجاز دايما انتو شايفين وآآ غسلته كويس جدا ولمعت العيون بتاعته وكمان آآ شطفته عايز اقول لكم ان القماشة دي بروح اخسلها في الحود وبرجع انشف بيها تاني يعني هي ما بتلمش مرة واحدة اهو لما بتلاقوني اختفيت كده ببقى بخسل القماشة وبرجع امسح بيها تاني آآ خلصت كده البتجاز وهرجع الحوامل في مكانها تاني وكده المطبخ شبه التقريبا يعني بقى معايا زي الفل ادي الحاجات الغسيل لسه طالع هبتدي ان انا ارفعه كده على الرخامة وهرفع كده آآ البسكت بتاع الزبالة والآآ والبسكت بتاع الملابس هخرجهم برا وكمان شلت الغستالة الغستالة ايه جماعة المشاية بتاعت الارضية وهكنس بقى الارضية من اي حاجة فيها وهجيب تحت المطبخ كويس خالص وهلم بقى شوية الحاجات اللي تلعوا دول علشان كمان همسح الارضية عايز اقول لكم ان انا حضرت في في الجردل آآ مية عليها شوية اكسي وعليها شوية دوني ومسحت كده بهم الارضية زي ما انتم شايفين وعايز اقول لكم ان الشنطة دي طبعا انا غسلت البسكت بتاع اللي بحطوه كده مكان الشنطة دي آآ فهاشيل دلوقتي الشنطة دي وهخرجها آآ برا كده لو اي حد فينا خارج يبقى ياخدها معي هنا كده المطبخ بعد ما اتمسح وتنظف وحطيت كده المشاية في مكانها تاني وبصوا بقى الحاجة دي هسيبها منقوعة شوية والمطبخ الحمد لله الحمد لله رجع زي الفل وزي العسل شلت كمان الشاحن من مكان وكنت حط عليه الموبايل وكل حاجة لمعت وتنظفت وباقت آآ زي العسل وآآ في وقت قياسي ازا اقول لكم دخلت غيرت بقى مطرح السمج بقى والحاجات دي شور بقى في السريع كده وغيرت هدومي آآ وكانت في الوقت ده الغستالة لسه دايرة على آآ استتاير الفتحة آآ بعد ما خلصت زي ما اتفقت معاكم كانت الغستالة خلاص خلصت آآ طلحت كده آآ خلاص استتاير الدورة التانية وهاخدهم بقى واطلع على البلكونة كانت في الوقت دوت برضو آآ دورة الغوامق اللي انا كنت بقول لكم عليها في الفيديو كانت خلاص نشفت الوقت ده كنا تقريبا خلاص الساعة اربعة اربعة ونص حاجة كده آآ بعد العصر خلاص آآ بدأت ان انا لميت دورة الغوامق دي وطبعا كانت منشورة في الشمس يعني ما اخدتش وقت وانا كنت اصلا آآ عاملاها على تسع دقايق عصر فما اخدتش وقت خالص على الحبل وهنا كده دخلتهم وطبعا الاحبال والصور لسه اصلا كنت مسحاهم آآ وانا بنشر آآ دورة الغوامق فمش محتاجة اصلا ان انا آآ امسحهم مرة تانية آآ جبت كده استتاير زي ما انتم شايفين وهبتدي ان انا انشرها برضو الشمس لسه طلعه والجو لسه نهار آآ هقعدهم برضو آآ كم ساعة محترمين لغاية لما آآ يعني اول لما البتاعة الغسيل ينشف هبتدي ان انا للمه على طول يعني ممكن آآ يبات ليلة علشان خاطر بس الستارة التقيلة وعاوز اقول لكم انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاية هتبقى فيها شغل جامد جدا 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 علشان خلاص الوقت بقى بدأ يسرقنا وبدأ خلاص رمضان قرب كل سنة وانطيبين كلها يعني كم يوم فدخلنا خلاص في الجد آآ فانتظروا بقى يعني فيديوهات فضيعة فضيعة ان شاء الله آآ كل اللي متأخر زي كده نحن مش متأخرين ولا حاجة يعني بس يعني بالنسبة لكم انتم متأخرين يعني آآ عادي يعني حتى لو اجلنا حاجة برضو هنعملها في شهر رمضان زي ما اتفقنا قبل كده آآ بس برضو اللي لست عنده حاجة لست معملهاش وطبعا بالنسبة له هو متأخر زي كده فا آآ استنوني فيديوهات جاية ان شاء الله آآ هم كم يوم بس هنعمل فيهم بقى شغل عظمة آآ غير بقى الفيديو بتاع الفرش الزينة ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا ويديكم العمر وهنعملوا برضو مع بعض هنا كده انا خلاص في اخر سطارة هما كانوا تلات ستاير آآ اخر سطارة برضو تقيلة هبتدي ان انا فرشها وعايز اقول لكم الشجرة بتاعتي بقت قرعة خالص آآ المهم هخلص ومش هعمل اي حاجة تاني بالعكس هدخل النام شوية وهقوم بقى هحضر عشا خفيف جدا لان احنا خلاص اتغدينا آآ هحضر عشا خفيف كده للولاد اللي هو ايه هحضر كده بطاطس آآ آآ بالتوم والدقة يعني توم وفلفل و شوية بقدونس على شوية كسبرة وكمان آآ جبن وبطاطس وحاجات كده آآ لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم حلوة تقولي ايه رأيكم في فيديو النهاردة وانتظروا الفيديوهات الجاية واخر حاجة ولهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة